السلام عليكم أحباب المشاهدين بحلقة اليوم بدي اقترح عليكم فكرة صناعة قطر صحي للحلويات العربية أكيد في كتير عم يستغربوا كيف ممكن للقطر أن يكون صحي والجواب هو نعم فيقوم تصنعوا قطر صحي لما تستخدموا سكر صحي صافي مستخرج 100% من الفاكهة الطبيعية غير معرض للمبيدات والمواد المبيضة عندي هون سكر مبيض غير صحي هو الأكثر شيوعا عند الناس لما تروحوا على السوبر ماركت فيه بالإضافة لسكر الأبيض اللي بتستخدموا الأغلبية عدة أنواع أخرى أغلب شوي بس صحية ما معرضة لمبيدات ومواد مبيضة وطعمها صافي أصيل لأنها مصنوعة من الفاكهة الصافية 100% اخترت للقطر اللي بدي حضر اليوم سكر أصب عضوة من إنتاج البرازيل غير معرض للمبيدات المسرتنة والمواد المبيضة المؤذية بلش اذا بتحضير القطر الصحي بوضع بطنجرة كوب وربع سكر نصف كوب مي وملعة شاي من عصيل حامض الصافي نحرك المكونات على نار متوسطة حتى تصبح شفافة وتبدأ بالغليان ساعتها بغفض الحرارة لأدنى درجة غليان وتوقف عن التحريك وترك القطر يغلي إلى حوالي خمس دقايق بعدها نضيف رشة مزهر أو مورد وترك القطر يغلي خمس دقايق إضافية بعدها بتطفي النار وبترك القطر يبرد شوي بالطنجرة قبل سكبه بأنينة زججية ملاحظة هامة بخصوص القطر لازم مراقبته طول فترة التحضير لأن السكر ممكن يفور بسرعة لما تكون النار مرتفعة فضروري تكونوا مشرفين حتى تخفضوا الحرارة بالوقت المناسب بعدما برد القطر بحرارة الغرفة وسكبته بأنينة صار وقت تجربه وأعطيكم انتباعي عندي رزب حليب صنعته خصيصا بدون سكر على الإطلاق حتى أكله مع القطر الصحي لونه جميل جدا حاولوزه على كافة السطح طعمه كثير طيب سكر الأبيض عادة محايد لا يوجد طعم نشعر فقط بالحلاوة مع نكهة المزهرة أو المورد هيدا السكر له نكهة خاصة لذيذي جدا مش عارب كيف أصفها قريبا من نكهة شراب الجليب إذا بتعرفوه بتمنى تجربه تصنعه القطر بسكر صافي غير مبيض فعلا النتيجة مش بس صحية بل لذيذي جدا لمشاهدة المزيد من الحلقات ضغطوا الرارة أدنى أو فاتشوا في اليوتيوب تحت ايهاب تلانيت كل محدة وما تنسوا الاشتراك والشير والانضبام لفريق رسمي على الفيسبوك إلى اللقاء ختامة بحب أكترح عليكم بدعة حلقات من أعدادة تنبيه من دهون الخنزير في الشوكولات وصفة الأشطة صحية المهلبية القطيف بالأشطة الحليب المكثف رزب الحليب والأشطرية ترجمة نانسي قنقر